اهلا اهلا مساء بخير كيف بكم شو تكون بخير بحاول اني قد ما اقدر استعد البلوك واه اول شي احنا ما رح نثقل كثير رح نشتغل على شكل العين او على جمال العين فالاكثر شي تسألوني عن دائما كيف من اخلي العين مسخورة انا عندي نعسة وعندي تبطينة التبطينة هذي دائما عشان ابرزها ما تبين ان عين مقفلة دائما يكون هنا لون في لمعة شوي او يكون لون فاتح طيب هنا كيف اعطي سحبة عندي مكان النعسة هذا احط فيه مثلا لون بني رامق او اسود وحاوليني ارفع على الفض هذا يعطي العين ارتفاع والجن تنظفين بالكونسيلر هذا يبين العين كأنها الشكل عرفتوا كيف شغلة ثانية عندي هنا المدمع هذا المدمع حاولتي تبرزينا او حاولتي تخفينا كل واحد يعطيك شكل احيانا لما تبرزينا بلون فاتح يبينك العين لوزية اكثر احيانا لما تحطين تثقلينه بالشبيه لما اكون حددتها بالكحل هالشي رح يبينها حال العين متقاربة مع العين الثانية وخصوصا حلوة اللي تكون عندهم عظمة الان فعريضة رح تعطيهم تقارب اكثر وتبين شكل العين مرسوم اكثر انا بالنسبة لي لان اساسا هنا العطمى عندي نحيفة فلو حددتها خصوصا انها طويلة ونازلة فرح تبين عيني كذا نازلة على تحت زيادة فعشان كده انا اغلب الحين ما احددها طيب بنبتدي اول شيء فعندي اثنين كونسيلر من سيفورا واحد اسمه واحد رقم 33 و واحد رقم 13 طيب اللي رقم 33 شوي جاي على غامل فرح احطه هنا طيب واللي اللونه فاتح رح تكون زحت حاجب عشان ابرز الحاجب و اغلبتها و احكثر شوي بس طبعا كرداية اول شيء بيستخدم فرشاتكم كذا فلات وبالبتدي باللون الفاتح حاولي نعص شوي هنا اغلبتكم اغلبتكم فرشات كبيرة بعدها اللونه المقامج فضلا الكمية تكون اقل من كذا حيان تبين بالتصويه بداية سوف استخدم لون بنغامك اي لون بنغامك عندك تحطي نفه المنطقة هذي كأنه تغزمي اللاينر طبعا هذا شنو راح يسوي وشي شوي راح يعطي العين شكل هالشكل بدل ما هيك كده بعدها هنا نفس الشي ونفس الشي بعدها تحطي فشهات دام ونضع لون انتقالي ندفع لا تكثرين وحاول ان انت بجين عند اللون هذا ودخلينا لداخل فتحوا كده اللونين هذي اللي حطتيهم في الجهتين وفع الجبن اذا كان يضعي كمية المسافية انت بجين في الشكل ما تجين على المنطقة هذي نهائي كده بس بس من فوق بعدها اجيب فوشه كده نفس الشي فلات وحط فيها لون فاتح مثلا على ابيض وعلى بيج فاتح تكون اللون خفيفة تحاولون ان انتو تعبون المنطقة هذي تماما تحاولن يكون اللون خفيف يعني ان احنا نغي ميكب خفيف منطقة تقيل يباقي من الفوشه نضع هنا بعدها ننظف في المساحة هذي طيب نشيل الاشياء اللي طاحت ونأخذ نصيلك فاتح نقطها ونثقل ونمسح ونخليك ان اخذ محدد هذ عشان ابرز ورفعت العين بعدها احط لوس بودر في المنطقة بعدها احط لون كذا بيج فاتح تحت الحاجر احط 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 لا لا ترى احط 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 لكن طبعا ما استخدمت المسكة الكسارة هي اللي تلطع غموش احط احط المسكرة احط شايفين كيف يعني ما سوينا شي بس مجرد ان احنا عبينا هنا بلون فاتح وبني هنا وهنا بس احطنا كامل ومع مسكرة بس كفاية يعني اصاصا يطلع شكل العين طبعا انا بعبي شوي بس عشان احط ارتب من شكل الحاجر احطنا 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 خلص غريبا انظر 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 لك مبصير في نفس الوقت يحل العين انا سوف اركب رمش الطرف وبصور لكم لكي تشاهدونها بنات اللي عينها واسعة وفيها بروز وكذا لو تحطك حل بني داخل العين يعطيها شكل أجمل وفي نفس الوقت اللي عينهم واسعة ومشو الله فيها بروز وكذا يفضل انها لا تلبس عدسات منها الألوان يفضل ان تأخذ درجات البنيات على سريك كذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة